وش نعرف على علماء الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي وما نقصدش علماء الدين لنقدروا نخصولهم حلقة أخرى وإنما علماء الفالك والطب والحساب والصيدلة والمنطق ممن كانت عندهم بصمة علمية مثبتة في التاريخ السلام عليكم أنا محمد دوميرو هذه نفذتكم إلى تاريخ الجزائر المجيد واليوم اخترت لكم موضوع شيق وهو بصمة ولاد هذا الأرض في العلم والمعرفة في التاريخ القديم في المقدمة نقوله أن عصر الازدهار العلمي في الجزائر كان من الفترة 800 ميلادي حتى 1500 وهي الفترة اللي كانت فيها الأمة الإسلامية في عزب وزوغها وامتدادها وبعدها تعرضت للتمزيق والفتن الداخلية ثم إلى فترة الحروب الصليبية ثم إلى عهد الدولة العثمانية اللي تميزت بالتفوق البحري الجهادي وتراجعت بصمتها العلمية وقبل ما نبدو نذكركم أنه في السابق درت فيديو رائع شرحت فيه كيف أنه أوروبا كلها تعلمت الحساب من عند الجزائريين وهذا الفيديو تقدروا تشوفوه من بعد واليوم اخترت لكم خمس شخصيات أولهم إبراهيم الثغري واللي قول دكتور شخوم سعدي أنه ولد في القرن الثامن هجري في تليمسان ونقره في كتاب المجاعات والأوبئة في المغرب والأندلس وممن ذا عصيتهم الطبيب والصيدة لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الثغري التليمساني صاحب مخطوط قائمة مصطلحات صيدلية مرتبة على حروف المعجم ويشير إلى معلومات مهمة في مجال الصناعة الصيدلية في تليمسان وللثغر التأليف آخر في الطب معنوا برسالة في أدوية يبدأ بالأدوية النافعة من برد الدماغ وهذه المخطوطة تتعوا من المكتب الوطني الجزائرية وكما نقرأ اسمه هنا بكل وضوح وفي هذه الصفحة الأولى تلقى كلمات مثل الماعدة والصدر والشرايين والعصب والكلا والمثانا ما يفسر موضوع الكتاب ومجال أما شخصيتنا الثانية فهو محمد المشدالي وهو أحد علماء بجاية واللي تعلم الطب في تليمسان على يد محمد بن فشوش والمشدالي أصبح في مهنة الطب واحد عصره وفريد ظهره بالمناسبة قبيلت المشدالي من بجاية كلهم أهل العلم مثل الشناقطة في موريطانيا يعني إذا سمعت كلمة المشدالي فهو على الأغلب علامة وكتب التاريخ تحوي من أعلام المشدالي ما لا تحوي من غيرهم من الألقاب ثم محمد سنوسي والذي كان عارفا بالطب وبالديب على طريقة بن قيم الجوزية وقد ألف رسالة اعتمد فيها على شرح مجموعة من الأحاديث النبوية المتعلقة بالصحة البدنية ومن علمه اللي استبق به كل العلماء قوله والهضوم ثلاثة هضم في المعدة وهضم في الكبد وهضم في سائر الأعضاء وأسلوبه في كتابه أنه يذكر الأمراض ويشرح الحديث ثم يصف العلاج غير مكتفيا بالنقل بل معتمدا على التجربة وكتاباته في الطب هذه ليست إلا قطرة من بحر علمه فهو متكلم شمال إفريقيا في القرن الخامس عشر وهذا أمر جدير بالإشارة إليه لأنه سنوسي كان شديد الإنكان على الفلاسفة ولم يستحسن ما فعله بعض المتكلمين كفخر الدين الرازي والبيضاوي وله كتب كلامية وله شرح على عقيدة التوحيد وهذا كل من كلامه في هذا المجال وهو معروف في كتب التاريخ باسم محمد بن يوسف سنوسي التلمسان ولقد توفي رحمه الله عام 895 هجري ولو حبينا زيد نقره هنا تلقوه من أكابر علماء عصره ولد ونشأ بيت المسان تفوق في مختلف العلوم من معقول ومنقول وهذا تعريف بكتبه وأعماله ثم نتعرف على أحمد القسنطيني والمشهور بابن القنفر وهو من تصدان حدادة بولاية ميلا وهو فقيه صوفي أديب لكنه فلكي ومفكر مولود عام 1340 ميلاد وتوفي عام 1407 يعني عاش 67 سنة رب يرحمه وفي محجم الأدابة نقر عنه هو أبو العباس أحمد بن حسن بن علي الخطيب القسنطيني المعروف بابن قنفر وهو رياضي فلكي طبيب مؤرخ فقيه ونظم كتب قصيدة من 211 بيت سمها أرجوزة في تقويم الكواكب السيارة وله تسهيل المطالب في تعديل الكواكب والقنفوذية في أبطال الدلالة الفلكية وسراج الثقات في علم الأوقات وبغية الفارض من الحساب والفرائذ وله في الجبر والمقابلة وأعمال الحساب ومنظومة في الطب وأرجوزة في الأغذية والأشربة وغيرها كثير كما نشوفو هنا ومخطوطاته الأصلية أغلبها في المكتبة الوطنية بالمغرب لأنه عمل قاضيا على المغرب لعدة سنوات وشخصيتنا الخامسة والأخيرة لنهار اليوم هو محمد الحباك وهو بحسب أبو القاسم سعد الله أشهر من ألف في الاسترلاب والهندس وهو فلكي فراضي من أهل تلمسان من كتوبه بغية الطلاب بعلم الاسترلاب وهي أرجوزة مع شرحها وله أيضا نظم رسالة الصغار في الاسترلاب وشرح تلمسانية في الفرائض وتحفت الحساب في عدد السنين والحساب وظل الحباك المرجع في الفلك في حياته كلها وبعد وفاته رحمه الله وقد توفي سنة 1463 وهذه كانت عينا من علماء الجزائر المنسيين في مجالات الطب والصيدلة والفلك والحساب نتمنى تكون فيها إضافة المعلوماتكم التاريخية